عزيزي طلبة طلبات الشهادة الاعدادية اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 23 صباح الخير على كل طلبنا الاعزاء صباح الخير على كل مدرسي الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية على مستوى الجمهورية اللي هيتابقونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنو من الكمال النهاردة يكون في ديافتنا للحلقة التانية مستر احمد مصطفى أستاذ الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية. صباح الخير يا مستر. صباح خير يا مستر. شرفنا وتشرفنا كالعادة. ربنا نخليك بالشرف لي. المرة اللي فاتة احنا اخدنا حاجات لها على حبل جغرافيا تقريبا. اه احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض على اول درس من دروس الجغرافيا كان قارات العالم. جميل. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض اول درس من دروس التاريخ. التاريخ. الدرس يتكلم على مصر بين الممليك والغصمانيين. مهم. جميل. اوكي حالة مفاقطة. عمي يا رب. فاضل الحبيب. فاضل. درس بتاعنا اسمه مصر بين الممليك والغصمانيين. جميل. احنا السنة اللي فاتت خدنا دولة الممليك. وكنا عارفين ان دولة الممليك كانت بتحكم مصر وبلاد الشام. كانت بتحكم مصر وبلاد الشام. النهاردة هنعرف مع بعض الثلاث دول مهمة جدا. في اواخر القرن الخمستاشر. وبداية القرن السنتاشر. حصل صراع مصر رحمد مبين تلت دول عربية او تلت دول اسلامية كبار جدا. مبين. اول دولة. اسمها الدولة العثمانية. مهم. تاني دولة. اسمها الدولة الصفوية. تالت دولة. تالت دولة. اسمها الدولة المملكية. يبقى في نهاية القرن الخمستاشر وبداية القرن السنتاشر. حصل صراع في العالم الاسلامي مبين تلت دول كبار جدا. اول دولة اسمها الدولة العثمانية. تاني دولة اسمها الدولة الصفوية. والدولة التالتة الدولة المملكية. طبيعي جدا. لازم اعرف مين الدولة العثمانية ومين الدولة الصفوية ومين الدولة المملكية. هنبدأ الاول بالدولة المملكية. الدولة المملكية كانت بتحكم مين؟ كانت بتحكم واحد مصر. اللي هي قلب العالم الإسلامي اتنين الشام تلاتة الحجاز وساحل البحر الأحمر أما الدولة العثمانية فدي كانت موجودة في تركيا وكان بيحكمها سلطان مهم جدا اسمه السلطان سليم الأول طيب خلينا نتكلم على الدولة المبكية كلها وبعد كده نشرح دولة 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 المملك زمان كانت دولة قوية جدا لكن للأسف الدولة دي جت عليها فترة من الفترات تعرضت للضعف طيب إيه اللي حصل إيه أسباب الضعف أسباب الضعف عندي المؤرخين قالوا أنه هو سببين أسباب اقتصادية وأسباب سياسية يبقى دولة المملكية كانت قوية ثم أصبحت دولة ضايفة بسبب إيه بسبب أسباب اقتصادية وأسباب سياسية طيب نفهم يعني أسباب اقتصادية ويعني أسباب سياسية أسباب اقتصادية يعني باختصار كده يعني أسباب مالية إيه اللي حصل لدولة المملكة طيب الأول تعال نشوف الأماكن دي على الخريطة طيب أول حاجة دي كانت مصر وهنا بلاد الشام وهنا بلاد الحجاز وساحل البحر الأحمر يعني أنا عندي في الجزء تاكل يا فندم دي دولة المملكة أربع أماكن دولة بالضبط دولة المملكة في الأول كانت دولة قوية جدا طيب إيه سبب أن الدولة دي كانت قوية أكيد مواردها الاقتصادية أو أكيد التجارة بتاعتها زي ما أنا بس طرح مكت أي تجارة بتخرج من شرق آسيا من الهند تعدي على البحر الأحمر على البحر المتوسط لحد ما توصل لأوروبا من المساطر على المكان ده؟ دولة المملكة فبالتالي الدولة دي كان أي حد بالبلد كده بيعدي من عليهم لازم بيدفع درائم فجأة في ناس اسمهم البرتغاليين دولة البرتغال أو البرتغاليين قالوا إحنا مش عايزين نمشي من الطريق ده طيب نعمل إيه؟ اكتشفوا طريق مهم جداً اسمه طريق رأس الرجاء الصالح جميل طريق ده طريق بحري يدول حول قارة أفريقيا علشان يخرجوا من أوروبا يا فندم يوصلوا على قارة أسيا على دولة الهند فبالتالي هم مش هيعدوا على دولة مين؟ المملك يعني مش هيدفعوا فلوس طب إيه اللي حصل لدولة المملك؟ بعد ما كان الدولة غنية أو أي حد بيعدي بيدفع لها ضريب خلاص ما بقاش فيه حد يدفع لها ضريب فبالتالي تعرضت الدولة المملكية لأسباب ضعف اقتصادي يبقى أول حاجة هوا لأسباب الاقتصادية اللي هو طريق مهم جداً اسمه طريق اكتشاق طريق رجاء الصالح طب وده مش كان أطول بالنسبة لهم في المدة الزمنية في السكة صفر؟ مش مشكلة بس الفكر ان هو مش هيدفع ضريب يعني مصدفل ما هو يمشي الطريق ده كله بس مش هيدفع ضريب الحاجة الثانية تحطم الأسطول المملوكي في معركة اسمها ديو البحرية 1509 ميلادية يعني ايه تحطم الأسطول المملوكي في موقع الديو البحرية؟ حصل حرب جبيرة جداً ما بين البرتغال وما بين الممليك حرب جبيرة جداً ما بين البرتغال وما بين الممليك في النهاية طبعاً تم تحطيم الأسطول المملوكي ما بدان كده لكل الطلبة اي معركة عندنا في المنهج اي معركة عندنا في المنهج فيها الممليك كانوا بيخسروا يعني ما فيش ولا معركة في الدرس ده او الدرس الجاهي او بعد كده انتصر في الممليك يبقى اي معركة عندنا في المنهج هيتعزم في مين؟ الممليك على خلال اقتصادهم ما فيش اقتصاد ما معهمش فلوس يشتروا أسلحهم طيب بالنسبة للأسباب السياسية بالنسبة للأسباب السياسية في أول حاجة كان عندي افتقاد الأمن يعني باختصار دولة المملك ما كانش فيها أمن وأمان الحاجة الثانية الصراع بين المملك المملك نفسهم ما كانوش مسترحمة إيد واحدة كانوا بيتصارعوا مع بعض على مين فيهم يمسك الحكم أو مين فيهم يتولى الحجاب مختلفة بالضبط يبقى أنا عندي من الأول بقى ثاني احنا عندنا كم دولة عندي صراع ما بين 3 دول دولة عثمانية دولة صفوية دولة مملكية الدولة مملكية كانت بتحكم مين أو بتسيطر على مين بتسيطر على مصر والشام والحجاز وكانت قوية جدا بس تعرضت للضعف الأسباب الاقتصادية وأسباب السياسية الأسباب الاقتصادية هم سببين عندي اكتشاف طريق رأس الرجوع الصالح الحاجة الثانية تحطهم الأصول المملكي في ديول بحرية وده اللي عندي الطالب يعني الطالب مش عنده لبرتغال حربة المملك ولا الكلام ده كل اللي عنده ان تحطم المسطول المملكي في موقع ديول البحرية بعد كده بالنسبة للأزاب السياسية فكان واحد افتقاد الأمن اثنين الصراع بين المملك تخيل حضرتك دولة ما عندهاش اقتصاد ما عندهاش أموال وفي نفس الوقت فيه صراع بين المملك هيبقى عندهم قوة عسكرية تقدر تدفع النفسها؟ أكيد لك فستحيل علشان كده كان فيه ضعف عسكري للمملك نتكلم على الدولة التانية اللي هي الدولة الصفوية ودي صغيرة جدا عندنا كلم بتاعكم بلاد الفرس قديما اللي هي حالان ايران وكانت العصان بتاعتهم مدينة تبريز طيب احنا ممكن نشوفها على الخريطة مع بعض فين الدولة الصفوية على الخريطة دي كده كانت الدولة الصفوية كانت العصانة بتاعتهم مدينة اسمها مدينة تبريز وخلص ده اللي كل اللي عدينا في الدولة ليه؟ في الدولة الصفوية نتكلم بعد كده على الدولة العثمانية الدولة العثمانية مش مكتوب عندي هيفين ولا الكلام ده كله تبدأ عندي على طول من أول السلطان سليم الأول هي طبعا موقع على الخريطة اللي هي في شمال مصر يعني فوق البحر المتواصل اللي هي تركيا حاليا السلطان سليم الأول وده مفتاح الدرس عندنا ؟ تهobject عقاة السلطان سليم الأول السلطان سليم الأول كان عنده يوسع ممتلكات الدولة عنده رغبة للتوسيع ممتلكات الدولة فكر السلطان سليم هنا تركيا فكر السلطان سليم أنه يتوسع في أوروبا يعني يغضي الجيش ويروح يحارف الان في أوروبا بس طبعا السلطان سليم لما بص كان في عينه على أوروبا مقدرش يحارفها طب ليه؟ انا متفوقه حضريا وعسكريا يعني بالبلد كده اقوى منه كتير ..فهو مش يقدر ان هو يحريبها ففقر السلطان سليم يشوف من الدولة التانية الضعيفة علشان يقدر يوسع ممتلكاته فقر السلطان سليم ان هو يوسع ممتلكاته على حساب الدولة الصفوية والدولة التانية الدولة المملوكية السلطان سليم caught the syringe ورح يسيطر على الدولة الصفوية فعلا قدر يحاربهم في معرقة مهمة جدا اسمها جلديران سنة 1514 ممكن نطلب يحفظها 15-14 المعرقة دي أطرفها مين؟ أطرفها الدولة العثمانية ضد الدولة الصفاوية وأي معرقة عندنا نحفظها كده أي معرقة في الدرس الأول انتصار سليم الأول أي معرقة في الدرس الأول انتصار سليم الأول يبقى السلطان سليم طبعا ما عدا عن دير البحرية يبقى السلطان سليم هيحارب الدولة الصفاوية في جلديران وفعلا قدر ينتصر عليهم وسيطر على مدينة تبريز وخد أملاك الدولة الصفاوية يبقى دلوقتي السلطان سليم بيمتلك أملاك الدولة الوصمانية وكمان معاه أملاك الدولة مين؟ الصفاوية برضو سلطان سليم عايز يعمل يا مستر عايز يوسع ممتلكاته فبص بعينه لا أمين دولة ضعيفة؟ لا دولة المملكية والمملكة زي ما احنا عارفين مسيطرة على مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل البحر الأحمر ففكر السلطان سليم في أنه يسيطر على الدولة المملكية طيب عايز يتخنم معاهم عايز يحاربهم يعمل إيه؟ هيتلكت راح على إمارة مهمة جدا اسمها إمارة زل قادر المملكية الطالب يقول لي يعني إمارة زل قادر المملكية؟ يعني في مدينة هنا اسمها زل قادر إمارة مهمة جدا اسمها زل قادر مدينة أو بلد اسمها زل قادر المملكية يعني تابع المين؟ مرليك السلطان سليم خد الجيش بتاعه ورح سيطر على إمارة زل قادر المملكية أكيد المملكة طبعاً مش إيه مش هيسكوته فيجهزوا جيش وهيروحوا يحاربوا السلطان من السلطان سليم طب إحنا عرفنا أن السلطان الدولة العثمانية اسمه السلطان سليم من سلطان الدولة المملكية سلطان الدولة المملكية كان اسمه السلطان الغوري كان اسمه السلطان الغوري طب أنا لسأل من شوية أي معركة عندنا في المنهج فيها المملك بيخسروا ولا بيكسبوا بيخسروا فكر فعل ما السلطال سليم خد الجيش ورح حير بالمماليك في معركة مهمة جدا اسمها مرج ضابق سنة 1516 يعني سنة 1516 سنة 1516 ممكن نكتب المعركة هنا؟ أول معركة بين العثمانيين والمماليك هي معركة مرج ضابق كانت سنة 1516 يعني 1516 الطالب يحب يحفظها أي رقمين رقمين بتبقى سهل عليه شوية أطرافها اتنين السلطان سليم الأول اللي هو بيمثل الدولة العثمانية يبقى الدولة العثمانية ضد الدولة المملكية من سلطان الدولة العثمانية؟ سليم الأول سلطان الدولة المملكية اسمه السلطان الغري وإحنا لسه قليم من شوية أي معركة في الدرس الأول هزيمة مين؟ المملكة المملكة فعلا تهزم المملك وانتصر السلطان سليم الأول بكده قدر السلطان سليم الأول يسيطر على بلاد الشام كلها تمام يعني بعد معركة مرج ضابق أصبحت الشام ولاية عثمانية جميل يعني أيه ولاية عثمانية؟ يعني السلطان سليم الأول انتصر على المملك وخد منهم بلاد الشام معركة مرج دابكتاني الاخر مرة بل الدولة العثمانية والدولة المملكية حاكم الدولة العثمانية هو سلطان سليم الأول أما حاكم الدولة المملكية هو السلطان الغري واتفقنا أي معركة عندنا في الدرس الأول انتصار مين؟ انتصار سليم الأول السلطان سليم الأول السلطان سليم الأول أيضا عايز يوسع إيه؟ عايز يوسع ممتلكاته بعد موقف هنا في البدي الشام بص بعينه كده عايز يسيطر على مين؟ يسيطر على مصر اللي احنا قلنا من الأول إن هي قلب العالم الإسلامي يعني إيه مصر قلب العالم الإسلامي يعني من يستطيع السيطرة على مصر يستطيع السيطرة على العالم الإسلامي مصر أكبر دولة عربية ومصر أكبر دولة فيها جيش قوي موجود في الوقت من يستطيع السيطرة على مصر يستطيع السيطرة على العالم الإسلامي راح السلطان سليم مجهز الجيش فعلا ودخل على مصر طب مين دلوقت اللي هيحربه المماليك برضو مين قائد المماليك بعد ما تقتل السلطان الغوري قائد المملك كان اسمه طومان باي نمسح المعركة دي ونكتب المعركة التانية المعركة التانية اسمها الريدانية سنة 1517 يعني بعد مرجو دبك بكام بسم أطرافها اتنين لسه قلنا عليهم الدولة العثمانية ضد الدولة المملوكية الدولة العثمانية بقارة السلطان هو واحد بس اللي عندنا أما الدولة المملكية بقارة طومان باي قلت من شوية أي معركة في الدرس الأول انتصار مين؟ انتصار سليم الأول دارة المعركة سموها الريدانية علشان كانت في صحراء العبسية كانت في صحراء العبسية يبقى بعد معركة الريدانية مصر ولاية عثمانية بعد الريدانية مصر ولاية عثمانية انتصر فعلا السلطان سليم وسيطر السلطان سليم على مصر وأصبحت مصر زيها زي الشام ولاية عثمانية جميل السؤال اللي لازم نسأله نفسنا دلوقتي إيه اللي بيخلي المملكة كل معركة يخسروه؟ زي ما قلنا من شوية في ضعف اقتصادي الزبط زي ما قلنا من شوية في ضعف اقتصادي وضعف السياسي فدخل عندهم ضعف عسكري وصراع داخلي وصراع داخلي طيب السلطان سليم الأول كان معاه أسلحة أحدث بكتير جدا من من؟ من المملك جميل يبقى أسباب هزيمة المملك واحد ضعف المملك ونزاع المستمر على الحكم الحاجة التانية التفوق العسكري للجيش العياس Cyberpunk التفوق العسكري للجيش العياس تخيل بالضبط كده محصل رحمد خنائة أو معركة واحد يحارب بمدافع والثاني يحارب بالسيوف وبنادي قديمة واحد يحارب بمدافع ثاني يحارب بالسيوف وبنادي قديمة ما الذي ينتصر؟ أكيد المدافع لا ينتصر وانتصر فعلا السلطان سليم الأول بقى طبعام Liberty Select dat السلطان سليم مسيطر على مصر وبقى كده السلطان سليم زعيم لكل المسلمين اللي فين في العالم الإسلامي وبكده السلطان سليم سيطر على العالم الإسلامي من الاتجاه الأساوي والاتجاه الأفريقي وأصبح السلطان سليم حامي الحرمين الشريفين وأصبح السلطان سليم حامي الحرمين الشريفين وأصبحت له الزعامة على العالم الإسلامي طيب بعدما العوثمانين بداخلوا مصر يا ترى أحوال مصر بقت إيه؟ بقت أحسن ولا بقت أسوأ؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي تباهم جميل احنا خلاص عرفنا ان مصر بقتولاية ايه بقتولاية عوشمارية بعد معركة الريدانية يا ترى هنتكلم على الاحوال السياسية يعني ايه الاحوال السياسية هنتكلم على نظام الحكم السلطان سليم لما داخل مصر قسم نظام الحكم عندي لاربع هيئات واحد ولي اثنين ديوان اللي هو ديوان القايرة طبعا ثلاثة حامية عثمانية اربعة ادارة الاقاليم تاني كده نظام الحكم السلطان سليم هيخلي نظام الحكم في مصر اربع هيئات والي ديوان حامية عثمانية ادارة الاقاليم والي ديوان حامية عثمانية ادارة الاقاليم ده اللي موجود عند الطالب لكن في معنومات بقى إسرائياء الطالب يحب يعرفها مين الوالي؟ مين الديوان؟ مين الحماية العثمانية؟ الوالي؟ اللي هو الباشا أو النائب السلطان سليم يعني البلدة كده دراع اليمين بتاع السلطان إيه؟ سليم هو اللي بيحكم مصر نائب عن السلطان سليم أما الديوان فكان بيتكوى من كبار الدوبات كبار الموظفين وكبار العلماء أما الحماية العثمانية طبعا ده الجيش أما أدارة الأقاليم العثمانيين لما دخلوا مصر استعانوا بالمماليك في حكم الأقديم استعانوا بالمماليك في حكم الأقديم علشان المماليك في مصر بالهم سنين طويلة جدا وعندهم خبرة في إدارة مصر كلها طب يترى النظام الحكم ده كان نظام ناجح ولا كان نظام متداول للأسف النظام الحكم ده كان نظام فاسد طب ليه؟ بيجي الناس أمهمة جدا بيقول حمل النظام العثماني في سنايا عوامل ضعفه يعني حمل النظام العثماني في سنايا عوامل ضعفه يعني كلمة سنة داخله يعني النظام العثماني نفسه كان نظام متدول بسبب ايه؟ بسبب واحد قصر مدة حكم الوالي الوالي كان بيحكم يا مستر أحمد من حوالي سنة لثلاث سنين تمام مستحيل واحد في الدنيا يقدر يحكم دولة زي مصر ويقدر ينب بها في سنة واحدة مستحيل الحاجة الثانية الديوان والحمية العسكرية لهم سلطة أعلى من سلطة الوالي يبن عندي سبب بينها اول حاجة ان مدة حكم الوالي بتكون صغيرة جدا سنة طبعا اكيد مشالحة يعمل اي انجازات في مصر الحاجة الثانية الديوان والحمية العسكرية لهم سلطة أعلى من سلطة الوالي طب العثمانيين حاكموا مصر قدية العثمانيين حاكموا مصر أكتر من 400 سنة يعني 4 كرون طبعا عارفين القارن يجي ايه؟ القارن 100 سنة طيب في وسط ده كله الدولة العثمانية بتبقى قوية ولا على المدى البعيد بتضعف لا الدولة العثمانية بتضعف يوم بعد يوم لدرجة ان فيه واحد من المماليك لدرجة ان فيه واحد من المماليك اسمه علي بيك الكبير علي بيك الكبير ده مملوكي استغل ان الدولة العثمانية دولة ضعيفة استغل ان الدولة العثمانية دولة ضعيفة وحب ينفرد بحكم مصر يعني عايز يرجع مصر تاني مملوكية قبل ما تكون ايه؟ عثمانية يبقى ارادة علي بيك الكبير ان يصيط على مصر وفعلاً قدر يسيطر على مصر والسبب في كده كان ضعف الدولة إيه؟ العصمانية طيب عمل إيه على بيك كبير؟ أول حاجة نبص كده على خريطة سيطر على مصر كلها حاجة تانية سيطر على بلاد الحجاز اتفق مع حاكم جنوب الشام اتفق أو تحالف مع حاكم جنوب الشام طيب مين حاكم جنوب الشام؟ هنا حاكم جنوب الشام كان اسمه ظاهر العمر ظاهر العمر ده حاكم جنوب الشام تحالف مع عالي بيك كبير الاتنين اتفقوا مع بعض انهم يحاربوا مين؟ يحاربوا السلطان العثماني وفعلاً قدر عالي بيك كبير ينجح بالحركة بتاعته لحد هنا سيطر على مصر والحجاز وأرسل النائب بتاعه من النائب بتاعه اللي هو وقائد الجيش يعني اللي هو وقائد جيش عالي بيك كبير كان اسمه محمد بيك أبو الدهب أرسل محمد بيك أبو الدهب فعلاً لقدر قيمة أبو بيك أبي الدهب بيسيطر على دمشق و كان محمد بيك أبو دهب فعلاً في اتجاه إلى الدولة العثمانية علشان يحارب السلطان العثماني بس للأسف فشلت حرقة علي بيك كبير طب لماذا؟ محمد بيك أبو الدهب بدل ما يحارب السلطان العثماني اتفق مع السلطان العثماني ضد علي بيك كبير يعني هي كلمة واحدة عندنا القيامة للأسف الكلمة دي هي لزيعت دولة الممليك زمان وهي اللي ضياعتهم برضو أثناء حركة علي بيك الكبير طيب السؤول بيجي ليك هذا بvemغفظ فشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بمصر المملؤية عن الدولة العثمانية يعني بالبلد هكذا الزبط هناك عن الإ 저희 حركة التي تعل Hopkins قال علي بيك الكبير فشلت بسبب انحياز محمد بيك وأبو الدهب للسلطان العثماني وطبعا السلطان العثماني هيكافئ محمد بيك أبو الدهب ويخليه وايحكم مين؟ يحكم مصر وبكده فشلت أول حركة استقلالية نستنتج من ده كله أن نظام الحكم في مصر والعصمانية ما كانش نظام ناجح ولا أي حاجة بعد ما تكلمنا على الأحوال السياسية عايزين نعرف الأحوال الاقتصادية يترى الزراعة والصناعة والتجارة في مصر كانوا عميني إزاي؟ تمام الحوال الاقتصادية يعني تلك كلمات بالضبط يعني الطالب أول ما بيسمع كلمة الحوال الاقتصادية بيجي في دماغه تلت حاجات واحد الزراعة اتنين الصناعة تلاتة التجارة نشوف أول حاجة عندي الزراعة للأسف العصمانين مهتموش بالزراعة في مصر وما العملوا إيه؟ زمانه أنا صغير كان أخوي أخوي أسموهين لو حاجة الحضراكات أتعرفه وهو اللي كان بيعلمني الزراعة دي أحفظها بربع حاجات مهمة جدا أول حاجة عندي كانت حق الانتفاع تاني حاجة نظام الالتزام تالت حاجة الراي الرابع حاجة الدراع يبقى الزراعة تدهورت بسبب أربع حاجات حق الانتفاع نظام الالتزام الراي مش تمام والدرايب كمان تاني كده الزراعة كانت متتهورة بسبب حق الانتفاع نظام الالتزام الراي مش تمام بعد كده الدرايب كمان نشرحهم بقى نقطة نقطة يعني حق الانتفاع السلطان سليم الأول لما دخل مصر سيطر على مصر كلها وسيطر على الأراضي الزراعية يعني بالبلد كده قال الفلاحين ملكوش حاجة عندي كل الأرض هنا ملك المين ملك السلطان سليم الأول ويتم تكليف الفلاح بزراعة الأرض مقابل دفع الدراعي يعني الفلاح ما بقاش يمتلك للأرض الزراعية ومن الملك الأرض الزراعية السلطان مين السلطان سليم الأول يعني ما المقصوب بالنظام أو بحق الانتفاع هو نظام جعل الأرض في مصر العثمانية ملك المين السلطان العثماني سليم الأول طب والفلاح بيعمل ايه الفلاح حقه ينتفع بالأرض بس ما يورسهاش ولا يملكها ولا يورسها ولا يملكها ويدفع الدراعي طبعا ده أكيد كان نظام ظلم جدا الحاجة الثانية نظام الالتزام نظام الالتزام نظام تم تطبيقه مع ضعف الدولة العثمانية يعني الدولة العثمانية لما بقت ضعيفة طبقت نظام الالتزام وده كل الموجود عند الطالب لكن في معلومات إسرائية الطالب يحب يعرف همه نظام الالتزام ده؟ نظام الالتزام يعني كان يأتي واحد من الأعيان الملتزم الملتزم ده كان بيروح مثلا لأي مكان أو أي مدينة ويجمع منها الضرايب ويبعاتها لمين؟ ويبعثها للوالي أو يبعثها للسلطان للأسف هذا الملتزم لم يكان يجمع الضرايب صح وهذا الرجل كان بعمل إيه؟ كان يروح للوالي يقول له مثلا مدينة مثلا ولكن مثل القاهرة إنت عايز منها ضرايب قد إيه؟ فيقله مثلا مليون يروح جاهدة ف Qiantwo المليون ده وبعد كده هو يروح يجمع الفلوس دي كلهم من الشعب أضعاف مضاعفة يعني ييوجد من الشعب 10 مليون مثلا كده مين اللي بيتضرب في العملية دي كلها؟ الفلاح هو اللي بتظن في العملية دي كلها يبه النظام الالتزام كل اللي عندي في المنهج تم تطبيقه مع ضعف الدولة إيه؟ العثمانية تم تطبيقه مع ضعف الدولة العثمانية بعد كده ايه الرأي مش تمام هكتبه كده في مطحان الرأي مش تمام пожалуйста لا الرأي مش تمام يعني الدولة لم تهتم الدولة بحفر إتراع واقامة السدود لم تهتم الدولة بحفر إتراع، فえっلا، القدر STEM الحاجة المهمة جداً قصرة الضرائب اللي كانوا تعلمها الفلاحة مش بسة كده، لأ ولا تعصف شدة الملتزمين في جامع الدرأي مش شدة الملتزمين في جامع الدرأي محجد، طبعاً ده كله هيخلي الفلاحة يهتم في الأرض الزراعية، ولا مهتمش بها حاس انه مش ارضه وفي نفس الوقت تدفع درايب كتير جدا نلخص بها الزراعة كلها في اربع كلمات الزراعة كانت متدهورة او بصفة عامة الاحوال الاقتصادية مفيش فاقر كلمة واحدة بس يا مستر رحمد اسمها تدهور كلها كانت متدهورة الزراعة علشان اربع حاجات حق الانتفاع نظام الالتزام الري مش تمام والدرايب تمام ده خلا طبعا الزراعة تكون زراعة متدهورة ده بالنسبة للزراعة احنا عندنا سلم كده يا مستر رحمد في زراعة يبقى فيه صناعة يبقى فيه تجارة تابعا احنا ما عندنا زراعة يبقى givenش صناعة وما فيش برضو تجارة بالنسبة للصناعة اول سبب من اسباب تدور الصناعة واحد تدور مين تدور الزراعة يعني الزراعة كانت متدورة الحاجة الثانية السلطان سليم لما دخل مصر سلطان سليم لما دخل مصر شاف ان مصر فيها صناع شاطرين جدا ارسل امهر الصناع يعني بالبلدي خد امهر الصناع اللي في مصر وارسلهم الى الاساتينة تعالوا شوفوا على الخريطة خد امهر الصناع من مصر من هنا وارسلهم على الاساتينة اللي هي الدولة العثمانية يعني بالبلدي كده الزراعة متدهورة وكمان السلطان سليم زودها ان هو خد امهر الصناع الى الاساتينة عمل تجريب للكوادر الموجودة بالزبط بشكل الصناعية كل الصناعة الشاطرين اللي عندنا أرسلهم إلى السنة فبالتالي الصناعة في مصر أصبحت صناعة يدوية يعني صناعة بسيطة ولا صناعة ألية زي أوروبا ولا أي حاجة أصبحت الصناعة في مصر صناعة يدوية ده بالنسبة للصناعة إحنا لسه قليل من شوية عندنا سلم في زراعة في صناعة في تجارة طيب إحنا دلوقتي ولا زراعة ولا صناعة يبقى التجارة أكيد مش موجودة بما تفسر أول سبب يجدí بما تفسري أسباب تدهور التجارة وإحنا تدهور تزراعة والصنير طيب هل أمن التجارة؟ تجارة داخلية ولا الخارجية؟ لا. ده التجارة الداخلية طيب نفهم الأول اننا أعين أيضا من التجارة واحد تجارة داخلية واثنين تجارة خارجية بالنسبة للتجارة الداخلية ت significب تدهور الزراعة والصناعة بسبب تدهور الزراعة والصناعة الأ lur実ственно الفتقاد الأمن برضو مفيش امن وامان السبب الثالث والاخير ان احنا عندنا البدو كانوا يعملوا اغارات متلاحقة يعني بالبلد كده البدو بيطلعوا يسرقوا الناس وارجعوا تاني علشان مفيش امن مفيش حكومة مفيش جيش مفيش شرطة تقدر تحمي الناس في الوقت ده يبقى تاني كده التجارة المتدهورة بسرق تدهور واحد الصناع ومن تاني وزرع الحاجة التانية افتقاد الامن افتقاد الامن بلد مفيش فاهم نو امان حاجة الثالثة اغارات البدو المتلاحقة البدو الصحراء بيطلعوا يهجموا ع الناس يسرقوهم يسبتوهم ويأخذوا كلنا معهم طب بالنسبة للتجارة الخارجية ما احنا هيليه من ايام المماليك والتجارة الخارجية المصر متدهورة بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فبالتالي التجارة الخارجية عندنا اساسا متدهورة السبب التاني يبقى اول حاجة هو من اسباب تدهور التجارة الخارجية اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الحاجة الثانية الامتيازات الأجنبية يعني امتيازات أجنبية السلطان الوثماني السلطان الوثماني سليم الأول قويا كان بقى أي سلطان جاء بعد سليم بيميز الأجانب عن المصريين بيميز الأجانب عن المصريين فطبيعا التجارة في مصر تنهار من اللي كان مسيطر على التجارة نقدر نقول التجار الأجانب هم اللي كانوا مسيطرين على التجارة في مصر ده كان بالنسبة للأحوال الاقتصادية يبقى التاني الطالب أول ما يسمع كلمة احوان اقتصادية بيجي في دماغه ثلاث حاجات بالظبط زراعة، صناعة، تجارة قلت ان الزراعة متدهورة علشان اربع حاجات حق الانتفاع، نظام الالتزام، الريمشت تمام؟ اخر حاجة بالضغيب كمان الصناعة متدهورة علشان تدهور الزراعة وان السلطان سليم خد امهر الصناعة ارسل امهر الصناعة الى مين؟ الى سنانة الى سنانة بلده اما بالنسبة للتجارة التجارة تنقسم الى التجارة داخلية وتجارة خارجية التجارة داخلية طبعا ان ونحن متدهورة مستدهور الزراع والصناعة واطبعا افتقاد الامن وعارات المثر وجلاة البدا educateة الى اخرون اما بالنسبة للتجارة الخارجية كانت متدهورة لسببين طريق رأس الرجاء الصالح الآخر امتيازات الاجنبية التيní منح هذه السلطان العصماني للأجابzu في مصر نحنا كده اتكلمنا على الأحوال السياسية وكلمنا على الأحوال الاقتصادية تمام هنتكلم بقاء لأحوال الاجتماعية حالت الشعب الشعب في الوقت ده كان عامل ازاي؟ هل الشعب في الوقت ده كان عايش في رخاء ولا كان عايش في تضاهر؟ أكيد للأسف كان عايش في تضاهر اشتركوا في القناة الأحوال الاجتماعية يعني إيه الأحوال الاجتماعية؟ يعني حالة الشعب المصري يطر الشعب كان فرحان بوجود العثمانين في مصر ولا لا؟ الشعب المصري كان في الوقت ده بينقاسم إلى طبقتين أول طبقة عندي اسمها طبقة الحكام تاني طبقة عندي اسمها طبقة المحكمين يبقى الشعب المصري كان عبارة عن إيه؟ أو مصر كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن طبقتين حكام محكمين حكام محكمين محكمين الحكام مصيرين مستحيل الحكام كانوا اتنين يا إما أتراك يعني عوثمارين يعني يا إما ما مليك يبقى الحكام أتراك ما مليك الحكام أتراك ما مليك الحكام أتراك ما مليك طيب الحكام اللي هم الأتراك ما مليك مسيطرين على إيه الحكام اللي هم الأتراك ما مليك كانوا مسيطرين على الحكم مسيطرين على الجيش مسيطرين على كل حاجة في البلد هم المعام السلطة هم المعام السروة هم المعamin النفوذ هم المعان كل حاجة في البلد في الوقت طيب طبعه المحكمين مين المحكمين المحكمين دولت كانوا بينقاسموا الى طبقتين واحد طبقة وسطى يعني المحكمين اللي هو الشعب المصري على مصر رحمة 찐نه طبقتين طبقة وسطى. وطبقة الدنيا الطبقة الوسطى اللي هم واحد العلماء المشايخ التجار يبعد المحكمين اتنين المحكمين اتنين طبقة وسطى وطبقة دنيا الطبقة الوسطى هم اللي تعلموا اللي هم العلماء المشايخ وكبار التجار أما الطبقة الدنيا اللي هي الطبقة الكبيرة جدا من الشعب دول كانوا الفلاحين زائد الحرفيين يبقى تاني من الأول كده بالنسبة للأحاول الاجتماعية كان الشعب المصري ينقسم إلى طبقتين حكام ومحكمين الحكام أطراق ممليك الحكام أطراق ممليك سلطة صروة نفوذ كل حاجة أما المحكمين كانوا شريحتين أو طبقتين صغارين كده الطبقة الوسطى اللي هم مين العلماء المشايف كبار التجار أما الطبقة الدنيا أو طبقة عمّة الناس يعني اللي هم مين اللي هم الفلاحين والحرفيين وللأسف الطبقة دي كانت بتعاني من الفقر من الجهل من المرض من الجوع من كل حاجة سيئة في البن كان من الأول كده لحوالي اجتماعية سهلة جدا كل اللي عنها لحوالي اجتماعية كان الشعب المصري ينقسم إلى طبقتين حكام ومحكمين هنتكلم على آخر حاجة معنا في الدرس وهي الأحوال الفكرية والثقافية يا ترى هم اللي هتموا بالزراعة ولا بالصناعة ولا بالتجارة ولا بحل الشعب هيهتموا بتعليم الشعب؟ أكيد لا طبعا أكيد لا تحوالي اللي حوال الثقافية والفكرية يعني باختصار هنتكلم على حالة الشعب المصري تعليم الشعب المصري أول حاجة احنا اتفاقنا أن مصر كده ولاية عثمانية متقدمة ولا متخلفة للأسف كان الشعب المصري بيعاني من كلماتين وهمين جدا الجمود زائد التخلف بمعنى تم إهمال التعليم في مصر بشكل متعمد يعني ما كانوا قصدين أن أساسا مصر ما يكونش فيها تعليم طيب مصر في الوقت ده مستر رحمد تعالي نشوفها على الخريطة كده مصر في الوقت ده كانت ولاية عثمانية معزولة عن العالم خالص يعني ايه معزولة عن العالم؟ يعني مصر ما تعرفش إيلي بيحصل في أوروبا كانت مصر بعيدة عن المؤثرات الحضرية والفكرية في أوروبا يعني أي تقدم أي تقدم موجود في أوروبا إحنا ما نعرفش عنه حاجة يبقى بينما تفسر بجري سؤال كده بينما تفسر تظاهر الأحوال الثقافية والفكرية في مصر بنعزلها عن العالم؟ بالضبط بسبب العزلة التي فرضها من؟ العثمانيين على مصر عشان قلت في الأول من يستطيع السيطرة على مصر يستطيع السيطرة على العالم الإيه؟ الإسلامي فكان يهمهم جدا أن الشعب المصر ده ما يتعلمش علشان الشعب المصر لو تعلم أول حاجة أقول لهم أنتم موجودين عندنا ليه؟ اطلعوا بره فكان يهمهم جدا أن الشعب المصر ما يكون الشعب متعلم يبقى الأحوال الثقافية والفكرية مصر أصبحت ولاية معزولة عن الإيه؟ العالم طب التعليم كان فين؟ هل كان في مدارس؟ هل كانوا يتموا بتعليم؟ لا التعليم كان في مكان واحد بس في الأظهر الشريف التعليم كان في الأظهر الشريف وللأسف التعليم في الوقت ده اقتصر على العلوم الدينية فقط أو بتعليم تانية العلوم الشرعية أو الفقه والتعشرية يعني كانوا باختصار كده مستر مفيش عندهم علوم رياضية ولا علوم عقلية ولا علوم طبيعية ولا أي مجال ما كانوش بيهتموا غير بالعلوم الدينية فبالتالي أصبحت مصر ما لها معزولة عن إيه؟ أصبحت مصر معزولة عن إيه العالم؟ طيب بالنسبة للحلقة ده بي يعني الحلقة ده بي يعني النشر التأليف الاكتتاب طبعا الكلام ده كله ما كانش موجود وأصبح الشعب المصر كله يعاني من الفقر والجهل والمرض والجوه طيب العوصمانين حكم مصر أكتر من ربعمائة سنة أربع قرون للأسف مصر كانت بتعاني في كل أحوالها زي ما شفنا سواء كان أحوال سياسية أو أحوال اقتصادية أو أحوال اجتماعية أو حتى أحوال ثقافية وفقية إحنا كده خلصنا الدرس بتاعنا هراجع كده على أهم النقط اللي كانت موجودة عندنا إحنا تفاعلنا عندنا تلت دول كبار جدا دولة اسمها الدولة العثمانية ودولة المملكية والدولة الصفوية أقوى دولة فيهم طبعا كانت الدولة الدولة العثمانية السلطان سليم الأول هي مستحى الدرس كله عندي في الكلمتين اللي أنا أكتبهم دول توسيع الممتلكات السلطان سليم حاب يوسع ممتلكاته فسيطر على الدولة الصفوية بعد كده سيطر على الدولة المملكية طب السلطان سليم حارب المملكة مرة حاربهم مرتين مرة في مرج ضابك سنة 1516 والمرة التانية في الريدانية سنة 1517 وأبعدها أصبحت مصر ولاية عثمانية للأسف استمررين أكتر من 400 سنة ومصر دولة عثمانية ضعيفة جدا معزولة عن العالم كله إن شاء الله الحسة اللي جاية الحسة اللي جاية في درس من دروس التاريخ مهم جدا عندنا بيتكلم على الحملة الفرنسية وهنعرف أن الفرنسيين هيفكروا في أن هم يسيطروا على مصر طبعا عايزين نرجع على الجزية اللي احنا قلناها في الأول ياريت كده شريعة أول حاجة أخذنا النهاردة أربع معارك عندنا أول معاركة كان اسمها اللي فيها تم تحطيم الأسطول المملوكي أما المعاركة التانية كانت جلد إيران سنة 1514 اللي هي كانت ما بين العثمانين وما بين الدولة الصفائية وطبعا انتهى بانتصار السلطان سليم الأول المعاركة التالتة ما بين العثمانين ما بين العثمانين وما بين المماريك وانتهت المعاركة بهزيمة المماريك واتفقنا أن أقولت عن المعلماتين مهمين جدا لازم يكونوا في دماجي أي معاركة في الدرس الأول انتصار السلطان سليم الأول بعد السلطان سليم ما سيطر على بلاد الشام فكر السلطان سليم أن هو يسيطر على مصر في المعارقة الرابعة والأخيرة عندنا وهي معارقة الرايدانية يجب أن يطالب إحفاظها كده بعد الرايدانية أصبحت مصر ولاية عثمانية دول الأربع معارك اللي كانوا عندنا وطبعا السلطان سليم قدر يسيطر على مصر علشان قوة الجيش العثماني وضعف الجيش الإيه المملوكي فبيجينا سؤال مهم جداً زيلاً من الأساس المهمة اللي بتيجي كتير قوي في الامتحانات بما تفسر حمل النظام العثماني في سنيا عوامل ضعفة يعني الطالب اللي بسمعني يكتب السؤال ده ويكتب اللي جariat بتاعته حمل النظام العثماني في سنيا عوامل ضعفة يعني إيه في سنيا عوامل ضعفة؟ يعني داخله عوامل ضعفة بسبب قصر مدة حكم الوالي العثماني الوالي كان بيحكم من سنة زي ما قلت للثلاث سنين فطبيعي جداً أنهم مقدارش ينهض بالبلد الحاجة الثانية زيادة سلطتي الديوان والحمية العثمانية لهم سلطة أعلى من سلطة الوالي جميل من ضمن الإس lokas بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بمصر المملكية يعني لها حركة علي بيك الكبير فشل أي مفتاح السيرو كله في الخيانة الهي خيانة محمد بيك أبو الدهب اللي هو النائب أوقات الجيش يعني لعلي بيك الكبير وأصبح محمد بيك أبو الدهب هو حاكم مصر بعد علي بيك الكبير جميل من ضمن الإس löiges بما تفسر تدهور الصناعة في مصر العصمانية ليه الصناعة كانت متدهورة قلت بسبب تدهور الزراعة الحاجة التامية أن السلطان سليم خد أمهر الصناعة أرسلهم إلى ستانة في سؤال مهم جداً من يتبع من ضمن الأسئلة الصعبة إيه اللي عامل المشترك بين تدهور التجارة الخارجية للمماليك وتدهور التجارة الخارجية للدولة العصمانية في سبب مشترك في دولة المماليك اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح ممكن يلعب في السؤال ده وما يجيبوش للطالب اللي هو اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح يقول له ايه يقول له الاكتشافات الجغرافية طبعا الاكتشافات الجغرافية ما عندناش طريق واحد بس اللي هو طريق رأس رجاء الصالح من ضمن الأسئلة برضو اللي بيجينا اللي هو التعليم في الأظهر الشريف كان يقتصر على العلوم ايه تقول كان يقتصر على العلوم الدينية فدلأسف تدهورت الحياة الأدبية والنشر إلى آخر واصبحت مصر زي ما قلت لحضرتك ولاية عثمانية معزولة عن العالم ايه عن العالم كله ما بقاش فيه تعليم للأسف في مصر دي كانت أهم الأسئلة اللي كانت موجودة معنا طيب فيه أي ضعجونات مثلا في الخريطة بتاعت الاسئلة بتاعت الامتحان فيه موصفات جديدة في الفترة لا حد الوقت الحد الوقت حسب وزارة تربية التعليم أو التعليمات اللي جاننا ما فيش أي تجارات الحد الوقت في مناك ثلثة عديدة طبعا هي بس ممكن يكون فيه تدريب على نوعية الأسئلة اللي ممكن ياخدوها بعد كده في أول سنة واللي هو نظام الجديد طبعا فهلاقي عندنا إن شاء الله واللي هيتابع لحلقات بتاعتنا هلاقي فيه أسئلة هتنزل على اللينك بعد الحلقة فيه أسئلة هتبقى موجود فيها الأسئلة الجديدة يعني أو أسئلة شبيهة بالنظام بالنظام الجديد محتاج الطالب بس يكون فاهم قبل ما يكون حفظ بس لسه المواصفات القديمة زي ما هي بس لسه المواصفات القديمة زي ما هي بالنسبة للطالب تالت عديدة لكن إحنا مصر بنحاول بنجتهد إن إحنا نعلم الطالب من دلوقتي التدريب عليه إنه هو يتضرب على النظام الجديد علشو ما يدخلش ما يباش عمل زي طالب تقول سانو حاس النظام يعني صعب علي يلاقي بهو من دلوقتي في إيه في تدريب علي وده طبعا الكلام للوزارة أعلن علي طبعا جميل مع الكاميرا لو في أي ملحوظات عايز توصلها للطالب بتاعتك قبل ما نكتب الحلقة تسوكيب عايز أقولهم إن إحنا عندنا مادة تاريخ لازم تكون فاهم تاريخ قبل ما تحفظه إنت لو حافظ تاريخ مش هتقدر إن إنت أو في حاجات كتير تقع منك لازم تكون فاهم قبل ما تكون حافظ للتاريخ الحاجة المهمة جدا إن إنت طول ما أنت بتشتغل تاريخ لازم تستعين بالخريطة علشو أن تعرف فين الدولة الصفوية فين الدولة العثمانية فين الدولة المملكية والطالب لازم هو بيذاكر لازم يقرر المعلومة مرة واثنين وثلاثة ولازم يكتبها مرة واثنين وثلاثة تمام مش لازم إن هو لأ أنا أقرأه خلاص وكده بذكرت لأ لازم يذاكرها مرة واثنين ويفهم الأحداث لازم يقعد ويكلم نفسه ويبدأ إشرحها مرة واثنين وثلاثة جميل تمام وربنا مش هيداع تعب أي حد فيكم وربنا معكم إن شاء الله وربنا وفقكم بإذن الله لو في أي طالب عايز معلومات إضافية أي أسئلة من أي نوع خارج الحلقة التليفون بتاع حضرك العشاش على الواتس او يتواصل معي او يتواصل على اللينك اللي احنا هنزل عليه الأسئلة بإذن الله او يتواصل عليه في أي وقت شرفتنا مصدر أحمد نتمنى نشوفك إن شاء الله في حلقات قادمة بالتوفيق لكل طالبنا اللي عايزين إن شاء الله شكرا